السلام عليكم و عمد الله و بركاته و معكم عمار سليم أنا شغال بيم مانجر الحمد لله خبرة في مجال بيم قريب من 14 سنة فحاول ألخص أكبر مشاكل واحد شافة في مجال البيم أول حاجة بالنسبة أن الشركة تجي تتبنى البيم فتقول لك أنا هشتري أجهزة هشتري سوفتوير والنسبة تبدأ تتعلم و عندنا مشروع و هيسلم طب المشروع ده مرتبط بوقت و مصنوعين فيه طب إزاي ناس أول مرة تشعر في مشروع و يطلعوه في نفس الوقت اللي بيطلعوه بالسلوب العادي أكيد هيخد منهم وقت أكبر دي نقطة نحتاجين يكون فيه واحد خبرة في كل ديسبلين في كل قسم يعني واحد في المعمير واحد الشيء واحد في المكانيك واحد في القربة يعني لهو سبورت بحيث لما تقف قدامهم مشكلة ما تعتروش ممكن تكون مشكلة بسطاية جداً حاجة مثلاً مش هانفين نتبعوه وليها حلول كتيرة بالصم بيوقفاش و نحلوها دي من دمن المشاكل من دمن المشاكل اللي مكونش فيه مكتبة و مكونش فيه تنبلات و مكونش فيه ستاندرد كل الحاجات دي لازم تكون موجودة في الشركة الموضوع بشي من موضوع برنامج بسطة طب لأ مفروض فيه حاجة كتيرة هم نعملها تمام؟ موضوع التدريب مفروض كل فترة بتعمل تدريب للناس تطوير للناس هم مشتغل على حاجة بعد كده يبقى فيه تدريب على أدنس تدريب على مثلاً نوع من الورد برمجة تدريب على الحياة الجديدة دي من دمن الحياة الحياة سبقنا من دمن الأخطاء أن نحن نمش وراء كل موضوع تطلع جديدة لازم نفكر هل دي هتفيد ولا لا هل الأوب ديت نفسه من إصدار لإصدار يعني من رفت عشرين لواحد عشرين هيفين نولقة؟ هم يحتاجين نولقة؟ من برنامج لبرنامج هنعوز نولقة من دمن الأخطاء برضو الأوفر مودلينج ان احنا نبرمج زادة عن لزوم وده يعتبر وست تقول لدي احنا بنعمل أفضل بش مطلوب منك انت مثلاً تتسلم بزارة L و دي مية فممكن تتخش في تفاصيل وبتقول لي ايه نسلمه هخلصه على متين ايو بس اسلمة دي مية ممكن دي يغير لك حاجة تيدي لك كل شغل انت عملته لأ انت مدومت بتسلم مية تبقى تسلم مية تسلم ميتين تسلم ميتين مفاش حاسمها ممتين وخمسين طب انا هقرب من تختمية التزم بالتسليمه عشان ما تضيعش الوقت لان ممكن الحاجة دي كلها احصل فات عادية ده نوع من انواع الوست او انت بتشغال بلين مانجيمنت او بيدار الرشيقة هتلاقي ان ده هدار الوقت طيب من ده من الأخطاء برضو التجاهل الاولي في النص المعلومات دي ههمة جدا المعلومات دي تخليك تسيطر على المشروع بتعمل شكل حلو بس بغير معلومات دي بقدمش باني بعد اذنك ما تقولش لده باني لو انت بترسم حيطة لسا تدخل كل المعلومات اللي تساعدني على اتخاذ القرار من ده من الأخطاء برضو ان الاردوير يكون ضعيف اللي الجهزة البي سي برسلنا الكمبيوتر بش صال حق نحن نشغل عليها لازم لامة جيمور لامة ووركستيشن لازم انجلة تستحمل الشغل أهم حاجة بقى الكمبيوتر الكبيرة ان احنا نبقى شغالين ومش متفقين الشغل هي بعمل زي نبقى مش عاملين بيم اكسشين بلاني بش عارفين الملك عايز ايه on the artist ال liberoyour information x molecular requires ايه هو عايز ايه طب احنا احنا في الاخر هنسلم ايه لو احنا مش عارفين الكلام دوا يمكن نطق نديع ممكن هو عايز مركز على الحص مركز على الى 4D Verdiy مركز على استثناء بالتي فالحاجات دي بتخلي مفيش تسليمه مشروع باش نسلم مشروع غير لما يكون متفقين كأن الناس قالت لك هنرعب كرا مع بعض وفين الجون مفيش جون هنرعب بس كده هنشوط لبعض وخلاص ايوا مع مميلة هيفوز في الاخر لازم يكون متفقين عن حاجة زي كده فلوما فيش اتفاق على التسليمه ممكن نطعد سنين وانت عمال تبعت ويقولك لأ مش هيدي اللي انا عايزها لأ ده هيدي اللي عايزها مش هو قادل في دماغي طب نعرف اللي دماغه ايه كل الحاجات دي لازم تكون متفقين عليها من دون الأخطاء ان احنا نعمل ديسابلل ونستيبلبا يعني نعمل البيم معماري ونعملوش القهروميكانيكا انا ما نعوهش استرقشور فبتحصل على جزء من فوادي البيم بس مش سيبت طبعا تحل كلاشات او تعرفها تكلفة دي بعض المشاكل اللي موجودة ومشكلة برضو عند الناس اللي بتتعلم بهم ان هو بيركز على ان هو يعرف برامات كتير ويخلص مع برامات كتيرة مغير ما يطبق ومغير ما ياخد خبرة لا تركز على حاجة معينة واخد مصر من اول الاخره مثلا هتعلم الريفتات وتتعلم الريفت ما فيك كفية تشتغل كزا مشروع لو اشتغلت كزا مشروع وحلات المشاكل اللي موجودة احسن من انت تتفرج على الفيديوهات مشروع واحد هيدي خبرة ويديك معلومات كافية وما تتنلش بين البرامات كتير وبالعكس اخد فكرة بس كده عامة عند كل البرامات من قرنا بينهم اللي بايفيدك هتعرف ايه انا الاهم ممكن حتى تاخذ فكرة من خلال مثلا ان انت تبص على الجرائد وتشوف انا الوظيفة المهمة او لنكت ان انا المهمة اكتر انا البرنامج الناس مفتنية بيه من خلال انت بتعمل سرش واشوف عدد الوظائف المطلوبة في المجال دوت انا الاكتر يعني لو انا مسلا عايز اعرف مثلا الريفت ولا الاركيكايت بدا اكتب ده مرة وده مرة واشوف ده هنا مطلب مثلا 100 مرة وده مطلب 10 مرات فالاختر طبعا ده هو اللي انا بركز عليه تمام ده اهم اللي قول الحاجات ورب نصب خير شاء الله